السلام عليكم مرحبا بكم في قناة شهيوات اقتصادية وحيل امريضا اشخباركم زيانين احوالكم طيبا اتمنى تكونوا باخر وعلى خير لقاكم هاد الفيديو في ظروف زوينة ان شاء الله يربي وفرحانين وباللي تمنيته ان شاء الله يوم عادي نشارك معاكم واحد الحيلة من الحيل ديالي اللي عنده مطيشة بكترة وبغي يستغلها وبغاش تضيع له بعدها بس الجوب داكي سخون مطيشة تهرى ضغية تضيع منا ضغية يعني كتحماض ودكشي لبقت برات اللاجرة ضغية كتخسر مهم الى عندكم كمية كبيرة وبتو تستغلوها بكتجيبو مطيشة بكتجيبو مطيشة من السوق كتديروها الاخوات الطريقة للغسيل ديالي انايا بارتاجها معاكم وكهالاخوات كيديرو نفس الطريقة كندون كنديروها في بانيود الماء كنديرو على قطارات من الخل او للملحة مهم لما كنشي الخل را كنديرو الملحة باش كنحيدو ديكل هادا ديكل الادوية ودكل الغوبار ودكشي ديال السوق راكم عارفين مهم باش كتزول ديك الشي كنديرو الخل او للملحة مهم ديالو الغسل ديالي انا صافيه هنا كنوريها لكم في الشبكة راهم بعد ما غسلتها مزيان ودرتها في الشبكة كتتقطر انا كنوريكم ماطيشه هنا راه انا طايبة طايبة غير ديال الحريرة ودياليصوص ماشي ديال شلاضة في الحقيقة راه طايبة مزيان مهم راكم عارفين دابا مع الصيف ضغيه كتطايب ماطيشه الى غير رجاء وخي يجيبها الخضر يجيبها طرية كتبقى له غير انها من صبح للعشية كتولي طايبة مع تبارك الله الجو سخون الحمدلله مهمة كنحيدو لها الزوائد في حال دبا هدي اللي مقصومة واللي هادا اللي كتكون في هادي كنبات الزرق الخضراء كن نحيدوها بالموس صافي كن ناخدو شي طنجرة طنجرة اللي تكون ما كتتلصق شي ضغيه مثلا تقينوكس تكون طقيلة وصافي وصافي كنقطعوها مربعات صغارين وكا مهم على جوج على ثلاثة كتشوفو الماطيشه عينكم ميزانكم الى كنس كبيرة كتقسموها على 4 غير باش من كنوك نطحنوها كذا جينا جينا ساهل للطحين صافي ناس لديك الكمية اللي عندي كام لقطعتها ونردها للبوطة الطيب على البوطة مهيلة مهيلة ماشي ماشي معزيت فيها التحاجة لاما لا ملحة لتشي حاجانا نوريكم الطريقة ديالي كنردها على البوطة الطيب بوطة مهيلة تكون مهيلة صافي وكني أريكم هنرى ماطيشه ديال شلادة ودكشي رياء عزلتها بوحدها بقتل باش نعدل شلادة ودكشي اهي اكبي كتب مازالة قصحة مازالة شدف رصة ماشي هارية مشي في حالة ديالي ندير بها لاصوس دابا صافي الأخوات اليوم هذي وقت ديال ماطيشه دابا وجدت بارك الله في السوق بأتمينها مناسبة خصوصا ميك يكون فائد في الانتج راها كتولي بتمان جد مناسب في هذه الوقتها هذي راها رخيصة رخيصة وميك تجي ماطيشه احسن تستغلوها تديروها لاصوس و تديرو لاصوس البيضا تديرو لاصوس مثلا ما تريد تصيب بسباقيتة ولا لبات ولا شيء اي حاجة اي حاجة غير البيض وماطيشه تجبرها واجدة كتجبرها واجدة نوريكم ان شاء الله بقاءوا معي نوريكم حتى الطريقة كيف تخزنوها سوف ندوز من بعد ما كتبنا ماطيشه من بعد ما كتب ماطيشه كنخلي واحدة كتبرد تماما باش اللي غايت حناها في الهاشوار ما ترتقلوش الهاشوار ديالو اللي غايت حنا في مولينيكس ما ترتقلوش المولينيكس ديالو اللي غادي دوزها في تيك الحكاكة دو ماطيشه تيك طحانة ليدوية عاود باش ما تنخلي واحدة كتبرد من بعد ما كتب و تسالي وراه الأخوات اطلق لكم الماء تتشوفو تلقات الماء راه تشوفو احنا يا هانتو ما كتشوفو معي راه في هالما بكترى ذاك المكامل تلقاتوهي انا مزدت الهلامة لا تشوفو مهيلة لاصغر الراس عندكم في البوطة كتستعملوا باش كيعطي لديك الجهد للبوطة كي يكون مشي مجهد بزا بجهد شوية مهم هنا انا بعد ما طحنتها وكتصفيها كتحيدوا لها دوك كي يكونوا دوك الزوائد انا قسمتها هنا على جوج نصف غادي نديرو لصوص للبيتزا اللي زيت له هادا هادي لاصوص للبيتزار اني صايبتها ما تبرتاجيتش معكم هادا هادا سميتو ما صورتش في الحقيقة مهم كتتديروها كتردوها كالطيب وكتزيدو لها الزعتر والزيت البلدية وشوية ديال الملحة شوية باش من تعودوا تستعملوها ما تجيكمش مالحة انا هادا اللي وريتكم دابا لاصوص ديالبيتزا كما قلت لكم زيت لها شوية زعتر شوية ديال شوية ديال الملحة وزيت البلدية صافي ثلاثة المكونات اللي زيت لها هما اللي درت في اللي بوط صغارين هادا اللي كان وريكم دابا ديالبيض هي اللي غندير فيها لاصوص اخرى اللي اللي بقتلي ما زيت فيها لام لام الحالة تشي حاجة لاصوص هادو اللي كتشوفو دابا لبيتزا هادو جوجد اللي بوط هادو خاصة دابا لبيتزا فحلا كتستعملو ديال تكسوليس ولا راه نفس الماضاق نفس كل شي نفس الشكل نفس كل شي هادو اللي ديال البيض هادو قررتكم دابا هادو ديرو فيها شوية 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 قد دخله من كونجيلاتور وكتجمدوهم وكتجمدوهم ومن بعد قد دقائتموهم في بلاستيك وحدا او لا بواطة اللي عندكم قد ديرو قد جمدوهم بالطريقة في هادو ديال البيض انا عندي غير وحدا ومي بقاليد تر تشوف ذيكي القرعة ديال القرعة اخر ديالبلاستيك تهي عنددخله ال neglect كونجيلاتور. و هادي اللي كتشوفوا دابا انا كنوريكم راهم جمدو. من بعد ما جمدو انا كنوريكم. شوفوا دابا هادي ممكن تدري جوج ولا ثلاثة ولا حسب كنتي ديرها مثلا عدس كنتي ديرها مثلا سباقيتي اللي كنتي ديرها كتلقيها واجدة كتهزي بالوحدة ولا بجوج ولا حسب الطياب ديالك شنو كالطيبي و كتهزي من من كونجيلاتور وتعني كتجي سهلة سهلة الاستعمال. و احتمي كتجميها ببواطة ولا في بلاستيكا ما كتلاصقش مع بعض ايات و ما نجمعتها هنية ببواطة كما كتشوفوا هنا كنصور من بعد ما جمدات كنوريكم بان هرا ما كيلسقوش مع بعضهم كيبقوا هاكي حبة حبة يعني تزيل اللي بغيتي وتستعملي اللي بغيتي و انا هنا كنت كني تدرت بهم مطيشة والبيضرة كتشوفوا و المقلة استعملت منهم درت مطيشة والبيض هادي اللي مزلت لها شي حاجة اللي وريتكم دبرا مزلت لها شي حاجة من من طحنتها صفي خبيتها هاكي اخر اللي في بواطة صغارة هي اللي كتلكم لاصوس البيضة اللي كنت لديه الزعتر والملحة و شوية زيت البلدية صافي كترجع في حال صوليس اللي كنت شريه من الحانوت هنا نريكم احد لاصوس حره هادي هاد لاصوس كنت سجلتها شحال هادي و ده بدخلتها معا جات معا لاصوس ديه المطيشة و دخلت كل شي ويمكن ناخد واحد معلقة ديه المطيشة المركزة و انا صراحة ما كنت تعمليهاش بزاف و لكن في هاد لاصوس هادي دارو و هاد لاصوس كتكون حارة كتمشي مع المشاوي كتمشي مع البيتزا وبزاف كتجي كتجي روعة روعة و يمكن ناخدوا مطيشة مركزة معلقة و لا حالا حسب الكمية اللي بغيتو معلقة صغيرة و اللي كبيرة اللي بغيتو انا درت انا معلقة كبيرة بش حيت كان صور كنوريكم خديت معلقة كبيرة كنحفوها بالماء سواء الملحي او المضربيني الملحي كنقصد به الما ديه القلات الما ديه اللي كيكون في دوك القلات ديه الطين هادك هو الملحي لا عندكم ما عندكم شغيل مضربيني كنخفوها كنخفوها بزاف كنخفوها كتجي ترجع خفيفة انا باقي هنا غنزيد لها الماء كيف ما كنتشوفو را مازالة طقيلة طفي كنزيد لها الماء حتى كترجع خفيفة هانتو ما كتبقاو تحركو 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 تكترجع خفيفة طفي من بعدها نزيد لها معلقة ديه الهريسة معلقة ديه الهريسة او لا اكتر اللي بغيتو انا انا راه كنزيد الحار شوية انا يدي كتسوقني للحار كيعجبني الحار كنزيدو لها معلقة ديه الهريسة كنخلطو كل شيء من بعد كنزيدو لها زيت البلدية زيت البلدية معلقة ولا جوج معلقة لا حسب الضوء طيب اللي بغيتو انا زيت طغير معلقة كتزيدو معلقة ديه الزيت البلدية عقلوا معي على المراحل هذا اللاصص كتجي غزالة البلدية ولا كترافقوها بالمشاوي ديه الكم ولا مبخار ولا جيه اي حاجة اشتراحتها اللي بغيتو مطيشة كتحتاجوا في هذا اللاصص دي لكي يكون الحار طبعا مهم هنا كنزيدو لها زيت البلدية على حسب الضوء ومن بعد كنزيدو الزعتر صافي عنا مطيشة المركزة كنخفوها بالماء كنزيدو لها معلقة ديه الهريسة وكنتقاو نحركو كنزيدو لها الزيت البلدية وكنزيدو لها الزعتر مدقوق انا هنا راني كترت الزعتر انا غر نقص منو بش ميجيش عاو تاني الطعم ديه لها ماشي زوين هده رغي معلقة صغيرة ولكن انا كترت اخوات لي القرعاك بزاف نقص منو صافي كتخلطوها كتجي غزالة جربوا هدلاصصة البناس ارجعوا لي الخبر والله تاتوا اللي معتمدة عندكم في كل شي وخصوصا خصوصا في البيتزا في المشاوي كتجي زوين انا لحدها كنتستعملوها في كل شي ومي كدسة لك انا عاون نعدل وحده اخرى انا ايا عندي هدل القرعاة خوية عن خويها فيها باش تجينا عملية انا بحضلها بالبيتزا ولا اي انا هدلاصصة ديرا عدلتها واحد النهار عدلت البيتزا ربقى هنحط لكم بيتزا وعادنا نحطها ان شاء الله وبقى عندي فيديو انا حطوه دربي مع ريسوس لدرس ديه الماتيشة صافي انا كنوريكم راها كتجي كتفقد تخوها ذا ما بسهولة غالبها تدروا على البيتزا ولا على اي حاجة بغيتوها كتفقد تخوها بسهولة وعاملية ولما عندكم شهد القرار هتحتفظوه بقرها دجاج كتبقى مزيانة صافي فيديو ديالي هنا تسالة ان شاء الله نتمنى منكم تدعموني والعجبتكم فكرة ديالي تجعوني اكتر واكتر وشكرا لكم شكرا لكم اخواتي اخواني المشاهدة والدعم وكل شي شكرا لكم ونتمنى افكار يعجبوكم والحيال ديالي البسيطين اتمنى ينفعوكم في الضر ديالكم ان شاء الله تعالى و الى فيديو قادم ان شاء الله ترقبوا مني الجديد ان شاء الله تعالى في هذه القناة شكرا لكم